يومية رمضان معمو النكتة على قناة انفاس بريس ضيف هذا اليوم هو فنان كوميدي وممثل مسرحي عبدالهادي العلوكي مرحبا بيك على انفاس بريس رحبك الجنة السيفاريد ومرحبا بيك في هذا الشهر المبارك وفي هذا النهار و جيت انت لقيتين هذا يا الله سوف نوجد الفطر و بيانسير ما ديش تفطر معنا ان شاء الله الله يكبر بيك الله يكبر بيك هدي كي يجيك رمضان اه رمضان انا كي يجيني هدي حتى بالانسان اللي كي يجي شوية رمضان صعيب هما ذاك اللي كتلقاه كي يكميه ولا مدمن على القهوة بزاف ولا القارب بزاف هذاك واللي كتلقاه كي تعصب اما واحد الانسان عزيز عليه العاصر العاصر باكن تقطعش من العاصر بكل توادي باكن تقطعش من العاصر صعفي بنادم كي يدوز نهار الحمد لله بي خير وعلى خير وهذا رمضان هادر نهار قصير الانسان ما عاش هذي يتصبر عندك ما عاش الفجر و ما عاش المغربة ما كيش وقت طويل كنت شيرون طايمة فهذا رمضان كنت ريني شوية كنت ريني ضروري كنت ريني كتكسب شوية اه الكتابة ما كتفارقنيش لان عندي واحد العامة ان شاء الله واحد لوان مانشو ديالي اتمنى بالله سبحاله وتعالى وفقنا ومين بطورة كين اندي كافيتي يعني كين فاض رمضان على الشاشة اه كين مجوج اعمال تلفازية واحد غدي يكون في ام بي سي سينك واحد غيكون وقلة في القناة التانية اه المسلسل اسميته الريضا ديال العليم جبود وعندي في واحد دور واحد مشهد و المسلسل الاخر هو الى دق الحال ديال جوال الخوضي تاوا عندي في واحد دور كي ضيق بك الحال مرة مرة و ما كيش لما كي ضيقش به الحال ضروري ولكن كنت رجع للدعاء والاستغفار الله سبحانه وتعالى كيف يجيوك يعني البرامج اللي كتبرمج في شعر رمضان وش التبرمج يا بلادم كيتبرمج او لا خلط رمضينا البرامج الرمضانية كتبازل كل تروادي غنتبرمج اه دابل خصنا العرفة واحد القادية بان المنتوج المغريبي كيتستهلك والجمهور المغريبي كيعجبون المنتوج المغريبي او خاكي قوك حقا لا راح امضي اللي ادوة لكن صالون باش كيتفرش ها كاميرا خافية عاكي قاول بوكي يكذبوا اوك هيتفرش اه المسلسالات السيدكم عالحمات اوك هيتفرش المسلسالات الدرامي اوك هيتفرش احنا ضروري وليفنا دبع ارمدان تخيل معايا ارمدان ما فيه لمسلسالات لا كاميرا خافية مغربية وغتفرش اوش هتفرش تواركة تواركة على طول لهم انا بالنسبة لي البرمجارة اغادا وكنت تحسن وانتقادات دي الجمهور مالي كي اعطاوا اللي كي اعطاوا اللي كي اعطاوا اللي واحد دافع اكثر باش يكونوا البرمج ان شاء الله والمسلسالات مزيانة كيترامدان السعب دي مرة مرة في رمضان لا 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 ما كنتقلقش انا قاعنا في الحياة ديالي الشخصية والخاصة ما كنتقلق ما كنترامدان موالو بالعكس انا لو انتوراش قاعلي كي يكون معايا دي ما كنتضحك اشنا هي الحاجة اللي ضروري بالنسبة ليك تكون في مائدة الافطار لما كيتستغناش الى السعب انا الحاجة اللي خصت تكون في في الطبلق في مائدة الافطار ضروري ومؤكد هو العاصر ضروري كي يقول لك اعطي العاصر اعطي العاصر ضروري العاصر خصي يقول او واحد موضة فارقة غريبة بايت نقول لك انا من عشاق الحريرة كان الحماق على شي حاجة اسمية الحريرة ولكن فرمدان سبحان الله ما كنتكتبش كي يطيبوها موالين تاري حطوها وخصنين نشرب الحموم خصوات باللية في الطبلق ولكن بحكم كنتشرب عاصر كنديرو اكتر يا ربتي احنا كذا ودبكين ضروري كنديرو الحوت خصك تغمس خصك تتاكل الحريرام اللي كنش وصل لها كالقارس يشبعت ما كنش كنقو صابتا القداء القارس كزنتها كزنتها وقولي يا السعب الهادي يعني مور الفطار نعم كي كتكون الاجواء عندك مثلا كتبشي تسلي التراوح كتبشي القحيواء كتبشي كتبشي كتبير سيلة الرحيم لا هي بالنسبة لسيلة الرحيم كتكون قبل قبل من الفطار لانا سيلة الرحيم غتشي تفطر عندهم بكين العائلة كين اخت كين العائلة نهار كنبغي يمشي نفطر عندهم كنعيتو قبل وكمشي وكنفطرو عندهم وكذلك سوما كيجو عدنا ليا رمضان كتبير فطورك ولا كتب وعلى حساب صديبون كنسولش كيش لو قشي ما عندكم ش كيقولوك ما عندناش كنقولي ما نجيب العاصير كتدي اليوم ما العاصير كتدي أنا العاصير صافي بحل كيبكتلك كنفطر عند الفامي كيجو سوما يفطروا عندي و الحمدولله أما بالنسبة للمرمضاني اللي فطرت في الدار عندي كنفطر من مورا بينسور كتصلي المورا بالأشياء التراوح من مورا التراوح كنين أصدقاء ديلي كعي طولية كنت لقى وفق حيوة كل واحد ولكن كيف عارت المقايف هاد الحياء الشعبية كيكونوا عامرين خاص شي واحد يكون يصلي التراوح ما يكملش ديك العشرة لا تصلي أربعة ود بشيك تصلي أربعة ود بشيك ونحن نتمنى والناس يصليوا التراوح ديالهم كامل تشليك هنا لأن هذا الشعر دي الإبادة وغفران نتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبل منه هاد الصوم وهاد الصالة وهاد ونتمنى من الله سبحانه وتعالى قادي أخرى وهو ينقص عنا من المواد الغذائية وما يشاركهم طيبا وما يشاركهم أكبر خيرا كنشكر أولا السفاري الدلياس اللي كبر بيوجه عندي ومرحبا بكم ما غدت فيش حتى تفضر الله يكبرك الطاقم دي الأنفس العصير يا كيل العصير لا كيل العصير أنا أعطيك العصير قلت لكم الطاقم دي الأنفس كاملين من الكاميرامان تقنية المونتاج كل شيء والمدير وكل شيء والجمهور المغربي الحبيب لأنه الجمهور ضواق والشق رمضان كريم يدخلوا عليكم الصحة والعافية